مجلس الذهب العالمي يصرح العثور على الذهب واستخراجه وتعدينه أصبح أكثر صعوبة فما القصة؟ كبير استراتيجي الأسواق في مجلس الذهب العالمي جون ريد يقول إن العثور على الذهب واستخراجه وتعدينه أصبح أكثر صعوبة مضيفاً أن إنتاج المناجم استقر فعلياً بين عامي 2016 و2018 ومنذ ذلك الوقت لم تشهد الأسواق إلا تراجعاً في نمو إنتاج هذه المناجم ويمكننا أن نرى كيف كان أداء إنتاج المناجم بحسب بيانات اتحاد التجارة الدولية ففي عام 2021 سجلت المناجم نمواً بنسبة 2.7% وفي عام 2022 بلغ النمو 1.35% أما في 2023 فسجلت الصناعة نمواً بنسبة 15 نقطة المئوية فقط تعدين الذهب يتطلب رأس مال كبير وعمليات استكشاف وتطوير كبيرة ويستغرق في المتوسط ما بين 10 إلى 20 عاماً قبل أن يصبح المنجم جاهزاً للإنتاج وحتى أثناء عملية الاستكشاف فإن احتمالية تطوير منجم للذهب هي احتمالية منخفضة وإذا نظرنا للاكتشافات السابقة للذهب حول العالم فنجد أن نحو 10% فقط من هذه الاكتشافات كانت تحتوي على ما يكفي من المعدن الأصفر لتبرير عملية التعدين ككل جون ريد أضاف أن عمليات التنقيب عن الذهب أصبحت أصعب من قبل ليس فقط فيما يخص التعدين وإنما حتى التراخص الحكومية أصبحت أكثر صعوبة وتتطلب المزيد من الوقت والتي قد تستغرق سنوات قبل أن تتمكن شركات التعدين من بدء عملياتها ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فقد تم استخراج حوالي 187 ألف طن متري من الذهب حتى الآن معظمها يأتي من الصين وجنوب أفريقيا وأستراليا كما تقدر احتياطيات الذهب التي يمكن التنقيب عنها بنحو 57 ألف طن